تزوج الأستاذ يسري من زوجة صالحة وكانت أمنيته أن يرزقه الله بولد صالح يدعو له بعد وفاته خاصة بعدما قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولكن بعد عشرين عاما توفيت زوجته دون أن تنجب فحزن لموتها كثيرا خاصة بعدما ظن أن أمنيته لن تتحقق ولن يدعو له أحد بعد وفاته باع يسري شقة الزواج وعاد إلى بيته القديم وفي أحد الأيام وبعد صلاة الفجر نظر من شرفة بيته الذي كان يجاور مستشفى سرطان الأطفال 57-57 ولاحظ أن بعض أهالي الأطفال ينامون على الأرصفة حتى تتم رحلة علاج أولادهم نظرا لضيق ذات اليد فوهب بيته لهم للإقامة المجانية واشترى سيارة صغيرة وخصص لها سائقا براتب شهري لتنقلهم مجانا من متر السيدة زينب للمستشفى وجعل عمله هذا صدقة جارية لم يكتفي يسري بذلك بل استقال من عمله وتفرغ تماما لمساعدة هؤلاء الأطفال بعد أن شعر بحب شديد لهم كما أن الأطفال أحبوه كثيرا خاصة الطفلة هبة التي فضلت أن تكون معه ولم تطلب يوما العودة لبيتها وظل ينتقل معها ما بين المستشفى والبيت حتى توفيت بين ذراعيه وهي تدعو له وكانت كل لحظة تخبره بأنها تحبه وأنها لم تجد عطفا مثل عطفه تأثر يسري كثيرا بموت هبة ولم تمر سوى أيام حتى توفي يسري بعدها وكانت المفاجأة الكبيرة وهي هذا الحشد الكثيف الذي كان كيوم الحشر في جنازته والأغرب من ذلك أن السيارة التي اشتراها ووهبها لتوصيل أطفال مرضى السرطان وذويهم كانت تتبع السيارة التي تحمل جثمانه في معنى عظيم وهو أن عمله الصالح سيتبعه إلى قبره وأنه بدلا من ولد كان يتمناه ليدعو له وجد آلاف الأبناء والآباء يدعون له صبح مساء وبعد وفاة يسري قرر السائق أن يستمر في عمله بدون مقابل ووهب هذا العمل صدقة جارية على روح الأستاذ يسري مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر